السلام عليكم معكم علي اهلا وسهلا بكم بدرسا جديد اذا كنت اول مرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد الكثير يسأل لماذا تعلم اللغة الانجليزية لماذا اللغة الانجليزية مهمة هل يتوجب علي ان اتعلم اللغة الانجليزية كثير من الاسئلة وغيرها نتكلم فيها في هذا الفيديو قبل ان نبدأ حديثي عن اهمية اللغة الانجليزية انصح الاهالي واولياء الامور اذا كان شخص يسمع او يشاهد هذا الفيديو ان يهتم بابنه منذ صغره بتعلم اللغة الانجليزية لان الكثير في مرحلة ابتدائية او العدادية او الثانوية يمشي نفسه يلا المهم ان اشتاز اللغة الانجليزية او امتحان اللغة الانجليزية باي درجة كانت عندما يصل لمرحلة دخول الجامعة هنا يحس بالمطاب اذا اهمل تعلم اللغة الانجليزية لان اغلب الجامعات تدرس العلوم في اللغة الانجليزية وايضا اي شخص اخر ليس من فئة الطلاب يحتاج اللغة الانجليزية خليك معنا نهاية الفيديو لتعرف لماذا يتوجب علي ان اتعلم اللغة الانجليزية كما ان اعلم اللغة الانجليزية اصبحت لغة عالمية وهي لغة العلوم ولغة العصر وهي اللغة الرسمية لأكثر من مئة بلد حول العالم اذا اردت ان تبحث عن اي معلومة في الانترنت ممكن ان تستخدم اللغة العربية او اي لغة ثانية لكن مجرد استخدامك اللغة الانجليزية اثناء عملية البحث تحصل على معلومات كثيرة جدا لماذا لغة الانترنت هي اللغة الانجليزية نعلم اللغتنا اللغة العربية وهي لغة القرآن ونعتز ونفتخر بها ولكن الواقع يتطلب ان تتعلم اللغة الانجليزية لماذا اردت ان تتوظف المقابلات باللغة الانجليزية قليل جدا الشركات او اي جهة توظيف تعمل مقابلة باللغة العربية الاغلبية باللغة الانجليزية لذاك الشخص المتمرس والمتمكن من اللغة الانجليزية يكون له حظ اوفر في الحصول على هذه الوظيفة ايضا لدخولك الجامعة تحتاج الى امتحان تحديد مستوى في اللغة الانجليزية بالتالي تحتاج الى ايلت او توفل او اي امتحان معين في اللغة الانجليزية عند اجتيازه تستطيع ان تدرس في هذه الجامعة وايضا كبريات او اكبر الجامعات في العالم تدرس علومها في اللغة الانجليزية الشخص الذي اهمل دراسته في الابتدائية في الاعدادية في الثانوية عند دخول الجامعة هنا المطاب اهمل جميع هذه السنوات ولم يتعلم اللغة الانجليزية بشكل صحيح يضطر ويدفع مبارك كبيرة لكي يحسن من مستوىه باللغة الانجليزية لماذا من البداية ممكن شخص ما احد نصحه او الاخره الشخص الذي يسمع الفيديو الان باين عمر كان يبدأ من هذه اللحظة بالاهتمام باللغة الانجليزية كما قلنا اللغة الانجليزية هي لغة وسائل التواصل الاجتماعي كلما كنت متمكن من اللغة الانجليزية يصبح لديك اصدقاء اكثر وتستطيع التعامل مع هذه البرامج تعلم اللغة الانجليزية يجعلك ان تعتمد على نفسك في الترجمة مثلا ذهبت لا سبحان الله الى مستشفى ذهبت الى شركة معينة الى معمل معين الى مصنع معين الى سوق معين تستطيع ان يعني تدبر نفسك وتفهم الشخص المقابلك ليس من الضرور ان تكون ممتاز جدا باللغة اقلها تفهم بعض المفردات والجمل ولا تحتاج لشخص ما ان يترجم لك بعض الكلمات السهلة التي يتوجب عليك معرفتها وحيانا تكون في موقف محرج عندما تريد شيء ما او تريد ان تتواصل مع شخص يجب عليك ان تحضر شخص معك او تسأل شخص من الطريق او من الجوار لكي يترجم لك ما تريد لذلك اصبحت لغة اساسية يجب ان اتعلمها وايضا عند تعلمك اللغة الانجليزية اردت ان تسافر الى اي بلد بالعالم حتى لو لم تكن تتقن لغة هذا البلد يتواصل معك باللغة الانجليزية اللغة المشتركة بينك وبين البلد التي لا تتقن لغتها هي اللغة الانجليزية كلما كنت عارف باللغة الانجليزية كلما كان هناك مودة وتبادل افكار بينك وبين الاشخاص التي تقابلهم عند السفر افضل من ان تستخدم لغات الايماءات والياحات ويصر الشخص بيأشر بديو ويكون بموقف محرج بالتالي عند علمك باللغة الانجليزية يكون السفر عندك ممتع ومثير الاهتمام ان تحصل على اصدقاء من بلدان مختلفة من العالم ايضا لغة الابحاث والمؤتمرات باللغة الانجليزية اين كان مجالك كنت طبيبا مهندسا عاملا في مكان ما او موظفا عند البحث وحضورك اجتماع او مؤتمر الاغلب يكون باللغة الانجليزية ايضا لو كان عندك هواية معينة هواية في الرسم في احد الفنون في الرياضة في تعلم مهنة معينة الاغلب عند تعلمها تحصل على كثير من المعلومات في البحث عنها في اللغة الانجليزية نعلم لغة الانترنت كما قلنا هي اللغة الانجليزية اذا بحثت لغة العربية ممكن تجد بعض المعلومات لكن مجرد بحثك باللغة الانجليزية تجد الكثير من الفيديوهات على اليوتيوب او في مكان معين على الانترنت الكثير من المعلومات يتحدثون عن هذه الهواية او هذه المهنة او اردت ان تستخدم تطبيق معين استخدامك اللغة الانجليزية يجعلك تتقنها بشكل اسرع لماذا؟ لان هناك العديد من الاشخاص الذين يتكلمون عن هذه الهواية ايضا اللغة الانجليزية هي لغة التجارة يقول شخص كيف؟ كلما كنت عارف باللغة الانجليزية بكل ديك زبائن اكثر من جنسيات مختلفة اردت ان تشتر بضاعة تستطيعا تحصل على هذه الحاجات بسهولة تستطيعا تجادل بالاسعار تستطيعا تبيع بكل ديك فرص اكثر شخص يقول نعم استطيعا ابيع بدون لغة الانجليزية تستطيعا لكن كلما كنت متكلم باللغة الانجليزية يكون لديك كما قلنا زبائن اكثر بالتالي يكون مردودك المادي اكثر ايضا اللغة الانجليزية اكثر الافلام والسينما العالمية تكون اللغة الانجليزية لها الحصة الاكبر لذا انت مهتم بممثل معين او ممثلة معينة اللغة الانجليزية تساعدك ان تشاهد هذه الافلام التي تحبك ايضا تعلمك اللغة الانجليزية يجعل عقلك يتفتح اكثر كيف تبحث باللغة الانجليزية عبر الانترنت او تقرأ كتب كما قلنا لغة العلوم هي اللغة الانجليزية يصبح لديك الكثير من المعرفة تعلم ثلاث لغات يكون افضل اربع لغات افضل على حسن قدرتك واسطاعتك لا تستعجل بتعلم اللغة اي لغة تحتاج وقت اهم شيء الاستمرارية والمتابعة لن تتعلم اللغة بيوم او يومين بشهر او شهرين او ثلاثة او اربعة تحتاج وقت يوميا اتعلم شيء جديد يوميا مفردات جديدة يوميا جمل جديدة اهم شيء لا تنقطع والاستمرارية واللغة الانجليزية هي لغة الطيران والمطارات في اي مطار في العالم يستخدمون اللغة الانجليزية كلغة التواصل بين المسافر والموظفين في المطار لذلك من المهم تعلم اللغة الانجليزية البعض يقول بان امريكا بريطانيا هي القوة الكبرى في العالم لذلك اللغة الانجليزية هي اللغة المسيطرة في العالم ايضا كما قلنا اكبر الجامعات في العالم في امريكا بريطانيا لذلك تحتاج لغة انجليزية لكي لا تندم اذا كان عمرك أقل من 18 سنة تعلم من الان لانه عندما تكبر راح تتندم انه ما تعلمت لغة انجليزية من اين اتيت بهذا الكلام؟ من الاشخاص الذين يتواصلون معي من خلال تجربتي الشخصية في المجتمع ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي تعلم اللغة الانجليزية تفتح لك مدارك ومجالات كثيرة باذن الله فقط تابع وتعلم بشكل يومي لا يحتاج ان تدفع كثير من المال لكي تتعلم اللغة الانجليزية وانت في بيتك من خلال الكثير من مواقع الكترونية ومن خلال اليوتيوب تستطيع ان تتعلم اللغة الانجليزية بمفردك لان اللغة الانجليزية هي اجتهاد ومجهود وعمل فردي شخصي تستطيع لوحدك ان تتعلم اللغة الانجليزية حتى لو لم تذهب الى معهد معين او الى مكان لدراسة اللغة الانجليزية وانت في بيتك تستطيع تعلم اللغة الانجليزية مجرد مشاهدتك لليوتيوب ومتابعات الدروس المختلفة والقناوات المختلفة في اليوتيوب لوحدك كما قلنا تستطيع ان تتعلم اللغة الانجليزية اخيرا انصح مرة ثانية اولياء الامور الذين يسمعون ويشاهدون هذا الفيديو ان يعلموا اولادهم ويهتموا بهم في تعلم اللغة الانجليزية لانه مستقبلا يحتاجها في دراسة الجامعية او في العمل بهذا الشكل انهينا هذا الفيديو لهذا اليوم اتمنى قدمت شيء للفائدة اذا عجبكم الفيديو لا تنسونا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لعكل الفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته